السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي وعشاق منتخبنا الوطني الجزائري مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة دائما حنحط متابعي هذه القناة في الصورة أنه إدارة ليو الفرنسي رسميا تقرر تفعيل بند شيراء اللاعب الدولي سعيد بن رحمة من نادي وستهام كما يعلم الجميع أنه جاء من وستهام شكلة إعارة بمبلغ زهيد جدا ستة مليون يورو ولكن قررت إدارة ليو يعني شراء عقد هذا اللاعب بعد النتائج لصراحة حققها نادي ليو منذ مجيء سعيد بن رحمة حيث سجل ثلاثة أهداف كان حاسم صنع الفرص قدمت مريرة حاسمة والحمد لله يعني طريقة لعبه ساعدت كثيرا هجوم نادي ليو الفرنسي مع العلم أنه مازا ما قدمش مئة بالمئة من إمكاناته على كل حال جاء فقط بستة مليون يورو على شكل شكلة إعارة ليو واش كتحب تدير تشوف بن رحمة إلى اسكو يفيد أو ما يفيدش القات الحمد لله نتائج مبهيرة كما يعلم الجميع ليو كان في المرتبة الأخيرة لما جاء سعيد بن رحمة الآن في المركز السادس على ما أظن أن تخلني الذاكرة يعني نتائج كبيرة جدا على كل حال قررت شراء عقد هذا اللائب وبلغ قيمة العقد 14.7 مليون يورو نقدر قوية 15 مليون يورو على كل حال مجتبة إكزاكت لكن لا يتعدى 15 مليون يورو ما بين 14 و15 بالإضافة أنه 10% من الفوائد يعود إلى ويستهام في حالة بيع ليو الفرنسي سعيد بن رحمة هذا الفيديو مرحش يعني ندلو تحليل يعني راني نوجد في فيديو نتكلم على انتقالات كل لعبينا لكن الأمر طال جدا لكن لا بس ندلو فيديو نتكلمو على آخر أخبارهم وهل الأندية اللي رح يروحوا لها مهمة ورح تفيد المنتخب وتفيد اللاعب إن شاء الله فيديو راني نحضره فيه بالعقر على كل حال ما تنسوا ناشروا لايك للفيديو واشترك في القناة وشاركونا برأيكم في التعليقات والسلام عليكم